رحبوا بي الفنانة التشكيلية بسماء سادات لأبت إلا أن تكون حاضرة معنا اليوم في برنامج زوم مثل خير بسماء شكرا على هذه الاستدافة شكرا على تلبية الدعوة وإحنا دائما المجال مفتوح لكم كشباب باش تبينوا المواهب والقدرات تاكم في مختلف المجالات بداية شكو هي بسماء سادات بسماء سادات هي فنانة تشكيلية في الرسم والزخرفة على الخشب بداياتي كانت في بداياتي كانت في أنت قريتي إعلام قريتي إعلام عندك مصدر تنين كيف قدرت تفقي بين الدراسة تاك وهذا المجال الفني بعد سنين من هذا الميدان تاك تخرجت من الإعلام والاتصال ودخلت مجال الفن وانا ندرس في الجميع في مرحلة الليسونس في 2015 وكانت فرصة جيدة لي وكانت عندي بزاف ميولات للرسم والألوان والوالد هو اللي يكتشف هذه الموهبة نحييه بالمناسبة يعني كان هو اللي يشجعك كان هو قدوتاعك نحيي بهذه المناسبة وهو اللي يشجعني هو اللي يدفعني لدخول في عالم الفن ومجال هذا الرسم التشكيلي كان عندك ميول مقبل في هذا المجال نعم كان عندي يعني الإعلام من جهة هذا الرسم من جهة أخرى يعني مجالين مختلفين صحيح أنا منكرش أنه الإعلام كان الحلم ديالي الإعلام والصحافة لكن دخلت أيضا في مجال الفن وصبت روحي فيه وهما عالمين مختلفين في مجال الصحافة فيها ضغوطات بزاف أما مجال الفن يعني مجال ممتع عمل الصحافة أكيد أكيد ممتع مجال الفن يعني مختلف تماما هو يعني الهدوء يعني سكون يعني مشكمة الصحافة الحاجة اللي لاحظتها في الرسومات ترعك تعتمدي بزاف على الأظهار وشنو هي حكاية الأظهار هذه؟ يعني هي كل هي الأشياء في الطبيعة يعني كل ما نصيبه في الطبيعة يعني من الأظهار والورود يعني من منطلق يعني هذا الشيء دائما رسومتي يعني كلها زخارف وأظهار وأنتي بسماء الألوان اللي تختاريها يعني الألوان اللي تحبيها ولا يجيك ألوان اللي يعني خاطرت عك من ناحية الألوان طبعا أنا لما درست قرينا شوية على الألوان فمخرجت على السياق اللي تعلمت عليه يعني درست عليه الدين للأستاد ويعني اللي نعتبره القدوة ديالي ونحييه بالمناسبة الفنان يعني مزوان عبد الرزاق يعني يعلمنا الحق ويشجعنا وما زال يعني إلى يومنا هذا يتبعنا في الأعمال تاعنا وقررنا يعني على الألوان كيفاش نمزجو الألوان كيفاش نحطو الألوان على الرسم وأنا تبعت طريقة تاوي يعني مخرجت على واش تعلمت ديما تبع طريقته في وضع الألوان يعني أنت يا دراسته عكي حال دامت في هذا المجال حاليا عندي ست سنوات في المجال الفن وما زالك تدرسي فيه؟ وما زال إلى يومنا يعني لو لا كورونا يعني مجال شاسع أكيد يعني إحنا توقفنا حاليا بسبب الوباء لكن إن شاء الله نعود نلتحق بالدراسة توقفتي عن الدراسة بسبب الوباء لكن بس ما ما زالها تقوم بالأعمال الفنية في المنزل وتبدعي دائما في مختلف المجالات ومختلف يعني العناوين التي تقدميها ومن خلال الرسومات توعك بس ما شاركتي أيضا في القصبة من خلال قصر الحمراء ليكن عندك عمل فني فيه حكي لي شوية نعم كانت عندي الفرصة يعني في وضع لمساتي في القصبة يعني في القصر الحمراء المعروف بحمام الحوتة ففترة الكورونا يعني قمت بعملين يعني عملين ثلاث أعمال مثل في أسقف بقصر الحمراء وكانت لي فرصة يعني بدل هذا الوقت اللي كنا فيها فترة الحجر أنا استغليته في العمل فحطيت لمساتي في المكان يعني في القصبة المكان العريق اللي هو القصر الحمراء والحمد لله يعني لقت نجاح نجاح كبير من ناحية الفن جميل جدا قوى شبة جزائرية يعني خلت البصمة حى في مكان عريق وترات جزائر أصيل وهو ترات القصبة ليبقى دائما نحافظ عليه حتى من خلال اللمسات اللي نقوم بها وأيضا الأعمال الفنية بس ما الوقت اللي ترسمي في هنتي كان يقول لك أنا ما عنديش وقت محدد وكان يقول لك أنا يصبح ماذا بيصبح كان يحبه في الليل كان لاشية كل واحد كيف هاش أنا الأوقات اخترتها في الليل عادة يعني الوقت اللي خصصتو اللقص هو الليل يعني أحيانا طبعا الهدوء أحيانا كانت عندي بعض الأعمال إثما في الدراسة لما كنت ندرس يعني صباح لجورني كامل أنا هي قرائع فحتى في مجال العمل يعني صباح واحد يخدم لكن في الليل صبت راحتي أكتر يعني بنسبة للهدوء يعني الكالم هدك تقدر تخدم واحد يخدم براحته أكيد نشوف أيضا عندك الأعمال الفنية تاعةك اللي تقوم دائما على الخشب ما هو السرها تاعةك لماذا الخشب اخترتي هذا المجال الخشب أنا أحبيت الخشب يعني كانت عندي فرص مثلا نشوف هذه الصورة اللي أنا نشوفها جاية هي جاية خمسة وفيها ألوان مزخرفة حكينا شوية عليها وبجاية في الخشب نعم بالخشب كما سبق وقلت أنه أعمالتي كلها في الخشب يعني حاولت على القماش حاولت على السيغاميك لكن كان حبيه الخشب أكثر من الأشياء أخرى هذه الصورة وش تمثلك مثلا كما هنا نشوفه الخريطة الجزائر ألوان زاهية الأبيض الأحمر والأخضر من أجمل الألوان أنا شخصيا نحبهم وكل جزائريين يحبوهم يمثلوا الوطن الجزائر يعني أحكي لي شوية لهذه اللوحة اللوحة هذه كان آخر عمل قمت به يعني كملتها حوالي من أيام فقط قليلة اللي كملتها الفكرة هذه اللي جاتني يعني كانت جاتني هكذا يعني صدفة أنه شفت العمال يعني في الطريق يحطوا العلامات فجاتني فكرة قلت علش ما نقومش يعني في العالم الجزائر نحاول يعني نرسم نحط فيه لمسات يعني في إبداع في الفن وشاورت يعني الفكرة تناقشتها مع الأب ديالي وقال لي فكرة مليحة قال لي جربي يعني أي حاجة جربي الإنسان ما رح خسر حتى شي فجربتها يعني حتى قلت تجي خريطة يعني قمت برسم على الخشب الخريطة ويعني قطعتها وكلش فبديت نحط عليها يعني الرسم حتى يعني تخرج حاجة حاجة جميلة وأنه الألوان اللي اخترتهم فأنا مثلا الوردة اللي حطيتها الفوق بالأزرق ولتحت حطيت الأصفر حبيت زيما نعبر على الشمال الجنوب الشرق كل ولايات يعني البحر والصحراء يعني بنظرة بهذه النظرة هذه جميل جدا ونحن محظوظين لكانت آخر إبداعاتك حضرة معنا من هذه اللوحة الفنية البهرة الجمال لنعتبر نحن تحفة فنية رح تبقى خالدة عبر الزمان من شابة جزائرية هي بسمة سادات بسمة هذه كما قلنا الألوان وأيضا هذه اللوحات الفنية شفنا أيضا من بين اللوحات كنت درتي أيضا خمسة وفيها أيضا زخرفة هذه الزخرفة أيضا انتية شعورتا تعبرها عبر ريشة والقالم أو كيف نعم الزخرفة أنا تخصص تعي الزخرفة على الرسم الزخرفة على الخشب فأنا لم أخرجت على هذا لم أخرجت لا ترسمت لطبيعة أو شيء حبيت حاجات موجودة في الطبيعة الأزهار أنا أحب بزيف الأزهار هذا كل أعمالي مثل أزهار مزخرفة نعم وأيضا قمت بإلستخ سيدي إلستخ لديهم بالخشب يعني هذا حاجة جديدة إمكانية بسيطة قدرت تخرج تحف صحيح هذا إلستخ كانت لأول مرة ولاقت يعجب كثير من الناس اللي شافوا هذا الشيء فكانت فكرة قلت ما نقعد هكذا يجوني أفكار في الرسم وإخراج شيء جديد فنجسدهم والحمد لله نصيب أنه يلاقي نجاح مقابل الجمهور الذي يرى العمل الفني الحمد لله وإن شاء الله دائما نجاحاتك في هذا المجال بسما وشنه المشاريع المستقبلية تاعتك أكيد قمت بمعارض في الجزائر وشنه المشاريع المستقبلية تاعتك وكناك حابة توصل إن شاء الله قمت بمعارض الحمد لله كان عندي الحظ في مشاركة في بعض المعارض في الولاية وخارج الولاية ونتمنى إن شاء الله أنه في المجال هذا اللي هو الرسم ويعني الفن بصفة عامة أنه يلاقي صدا كبير وإحنا كشباب المواهب هدوما ما نتخلوش عليهم يعني الإنسان يكمل يمارسهم وإن شاء الله لماذا يعني بما أن الجزائر يعني عندنا تقافات وعندنا تورات تورات غانية غانية بزاف ولازم علينا نحن نحافظ عليه أجيال وأجيال كما علمونا ستيدة وإحنا بدورنا يعني في المستقبل إن شاء الله نعلم اللي تحتنا وهكذا يعني يقعد متوارد شابيا كما كان هو يعني في القديم يعني إحنا ما دبينا نكمل ونحافظ عليه كتر وكتر إن شاء الله كلمة أخيرة كلمة أخيرة يعني نشكرك على هذا هذا واجبنا وقناة شبابية مفتوحة لكل الشباب لإبراز مواهبهم وبرنامج زوم شكرا شكرا على هذا الاستضاء هذا واجبنا وقليلي كلمة عن الجزائر واش تمتلك الجزائر الجزائر يعني بالنسبة لي الجزائر هي كل شي يعني بما أنه هي بلادنا فالجزائر هي كل شي أكيد وأنت وحدة ظهرة من ظهرات الجزائر اللي نتمنى لك النجاح في المشوار تاعك الخاص بالفن التشكيلي إذن كانت معنا بس ما سادات نشكرك على الحضور معنا وإن شاء الله نزيد ونشوفوك في مشاريع أخرى في المستقبل إن شاء الله